أعلن النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبدالغفار تسجيل نحو 4000 من أطباء الزمالة المصرية لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والذي يعقد في 21 من الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعد المؤتمر منصة تعليمية متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين في 37 تخصصا طبيا كما يسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية واتحت الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي